تحية اخواتي وحبايبي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة دايما يا رب معكم مريم من قراتك لبنفسي ونهاردة عندنا يعني فيديو جديد خالص على قناتي حبيبي متابعين في الصفحة طلبوا مني الفيديوهات دية فيديوهات حلويات وأكلات للناس اللي عاملة كيتو دايت أو أي نوع من أنواع الدايت وكمان لمرضى السكر النهاردة هعمل كيكة البرتقان لمرضى السكر والناس اللي بتعمل كيتو دايت بجد طريقة سهلة متميزة وكمان يا جماعة مش بس كده لمرضى السكر والناس بتعمل دايت لأ دي كمان للناس اللي عندهم حساسية جلوتين من غير دقيق خالص يا جماعة بصوا 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 طريقة جدا وهشة وبجد الطعم متميز جدا وتحفى حاجة كده من الآخر بص جميلة ازاي وخفيفة وهشة وتكليها بضمير مرتاح جدا جدا عشان كده بفكر يكريت متنسي مش بشتراك وتفعيل زيادة و لايكات الكاتل للفيديو عشان يترفعوا و يشوفوا غيركم يلا بينا على أحلى وصفة ممكن تعمليها لمرضى السكر والكيتو دايت عندي هنا كوباية جوز هند مبشور عادي من اللي بنشتري عادي من المحل الحلوان عندي ربع كوباية زيت وعلى فكرة الكوباية الكوباية دي هي العيارت بيها الجوز الهند وعندي حوالي برضو ربع كوباية عصير برتقان او معلقتين كبار عندي حبتين بيت بدرجة حرارة الغرفة رشة ملح نص معلقة صغيرة من ببشرة قشرة البرتقانة واحدة فانيليا نص كيس البيكنج بودر وخل وسكر ستيفيا العنصر ده اللازم يا جماعة سكر ستيفيا حبيبي مرضى السكر و اللي بيعملوا كيتو دايت عارفين لازم نستخدم سكر ستيفيا يارب يشفي كل مريض يارب يلا نبدأ الطريقة بصوا عندنا الاول هنزبط القالب قالب الخبز تمام جبت بصوا ورقة زبدة قطعتها مربعة انا طلعت كبيرة شوية عن القالب بس مش مشكلة يعني هنزبط الدنيا برضو وتيجي كده عند الزواية وتقصي عند الزواية عشان بقى الورقة تستقر كده وفي القالب الخبز بتاعك تمام كده حبيبتي ازبطيها زي ما تحبي عالي فكرة عادي مش لازم قالب مستطيل اي قالب عندك بس بص يكون حجمه صغير يعني لانها هي كيكة مفهاش دقيق مش هت ترتفع جدا لان انت عارفين مهاض الرفع في الدقيق هي اللي بترفع وكده جبنا هنا صناح حتى نقطة زيت نقطة صغيرة ما تخفيش النقطة الزيت دي مش هتوصل للكيك يعني عشان ما تقوليش ان الزيت فيها زيادة دي في القارب بس علشان نثبت ورقة الزبدة كويس ما خلاش تتحرك معنا تمام كده اهم تمام وبالفرشة بتاعتنا اللي كان فيها كان فيها بواقي زيت يعني مش هنحط زيت برضو زيتنا ورقة الزبدة كويس لان ده جماعة جوز هند من السهل انه يلزق مش دقيق ده يا جماعة خدوا بالكم كويس تمام بس كده جهزنا هم حاجة قلب الخبز ونرتاح جدا نشتغل والدنيا شغال عندنا وفي الوقت ده الفرن شغال ع درجة حرارة 180 هنا بقى نبدأ طريقتنا عندي حبتين البيض لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة بتعمليها كأنها كيك عادية يا جماعة خالص يعني مش متقلقيش منها كيك عادية خالص بزي ما بتعملي الكيك العادي بس كده عندي آآ هضرب البيض على سرعة عالية لحد ما يرتفع كأننا بصوا بنعمل سبونج انت عارفين سبونج بنفطل نضرب البيض وكده وكده لحد ما يرتفع ويديني فوم ولونه يغير يبقى لونه وبيلقاه زي كده بالزبط كده برافو بالزبط كده تمام كده خلاص وصلنا للمستوى ده لان البيض احنا بنضربه لوحده في فيش ما فيش مادة ده مساعدة لي زي ما تكون بتعمل سبونج بسكر هناخد هنحط معلقتين كبار سكر ستيفيا احنا عارفين سكر ستيفيا حبيبي ده مخصوص لمرضة السكر واللي بالناس بتعمل دايت ونظام صحي هو مش بيحلي ولا هيرفع معاك ولا هيدي قوام الفوم ده اللي احنا عارفينه في كيكة الاسبونج خالص بس هي بدايل علشان اي مريض سكر ربنا هش في الجامعة رب او عامل دايت يقدر ياكل يعني محرمش نفسه بشدة ويزهق ما الدايت او مريض السكر يتعب من كل حاجة ممنوع عليه فاحنا بنشوف له بدايل مد الروش يعني هننزل بعد كده ببشر برتقانة ورشة الملح رشة بسيطة خالص خالص الملح لا تذكر ماشي كده حبيبي هسيب لكم كل المقادير حبيبي في صندوق الوصف يعني متقلقوش خالص زي ما انا معوداكم بتلات لغات كمان بس ركزوا معايا في الطريقة كويس عشان زي ما قلنا ان ده فيديو جديد علينا وده بناء على طلبات حبيبي ومتابعيني في صفحتي على الفيسبوك نزلت بعصير البرتقان اه وبرضو هنضرب عشان يمتزك حبيبي طبعا اه صفحتي على الفيسبوك اسمها اكلة بنفسه برضو نفس اسم القناة وصفحة على انستجرام برضو اكلة بنفس هسيب لكم كل الرابط ديه في صندوق الوصف وهسيب لكم برضو قايمة تشغيل للاكلات صحية تمام اه عندي هنا هنزل بالزيت برضو مع الضرب المستمر برضو احنا مش مقافين ضرب خالص يعني انا بضرب وبضيف المواد التانية بايدي اه قيمة التشغيل يا حبيبي اللي هسيبها لكم للاكلات صحية ديه اكلات صحية يعني بس مش متخصصة اوي اوي زي الكيك دي يعني اكلة صحية لنظام صحي اه خفيف الدهون خفيف الدهون كده لكن اه ديه المتخصصة جدا جدا لمرض السكر والكيتو دايت اه هنا عندي بصوا نص معلقة صغيرة خل نص معلقة ايه صغيرة خل طبعا عشان عارفين ريحت البيض وطبعا مش هنستخدم دقيق فما فيش حاجة قوية تعمل مع البيض غير الفانيليا اللي احنا حطناها طبعا مع البيض في الاول وبعد كده هننزل بنص كيس الباكينج بودر الكيس ده حوالي خمستاشر جرام يعني قولي سبعة تمانية جرام بس ما تحطيش كيس كامل لأ انا كنت عاملة قبل كده كيك ده هي عشان برضو هنا بناتي الجيل الجديد ده ماشي بالنظام الصحي وعايزين ناكل اكل صحي والكلام ده فكنت عاملة لهم كيك قبل كده نفس النظام فاسمت الكيس النصين من فاش تحطي الكيس كامل حطيت هنا اه البيكن بودر طبعا على الجوز الهند وحطيته على الخليط السايل اهو انا لقيتها خفيفة شوية فحطيت حوالي معلقة تاني جوز هند يعني معلقة كوباية ومعلقة بس كده ما فيش اي مشكلة وزي ما قلنا الفرن شغالة على ايه على درجة حرارة مية وتمانين اه واتسخنة وخلاص وصلت لدرجة الحرارة هتاخد هزيها كويس وخبطيها كده خطة تطلع اي هوا وتخليها وتاخد مستوى يعني متساوية الكيكة دي هتاخد خمستاشر دقيقة بالزبط تحسيبيهم على المنبه بالزبط في الفرن مشغالة فوقه تحت عادي ومشغالة المروحة لان انا عندي الفرن فيها مروحة خمستاشر دقيقة بالزبط وده شكلها بعد ما طلعت بعد خمستاشر دقيقة بالزبط بقولت يعني بصي تزبطي منبه وانتي برضو حسب درجة حرارة حرارة فرنك مش هقدر اقولك يعني بصي المهمة توصل للون اللي انت شايفها طلعتها من قالب الخبز طبعا اه وحطتها على طبق بورقة الزبدة وستها تهدى خالص ما تشلهاش من على ورقة الزبدة غير لما تهدى وتبرد خالص معاك بصي ده شكلها بجد تحفة جدا ومن غير دقيق كل اللي كانها عندي وشافها يعني استغرب جدا يقولي ازاي من غير دقيق يعني هو ديني بقول لكم بشرح لكم الطريقة ازاي من غير دقيق تطلعي قالب كيك طحفة جميل جدا وبالفة انا وصحة يا رب وربنا يشفي كل مريض خاصة لحبيبي مرضى السكر والناس اللي بتعمل نظام صحي وكيتو دايت واي نظام صح على فكرة يا جماعة مش لازم كيتو دايت بصي بقى بصي 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 جمالها بصي وعلى فكرة هشة جدا بطريقة لا تتخيليها هشة بطريقة جميلة جدا بصي حتحفة يعني عجبتني جدا عجبت الاولاد جدا طيب ممكن تزينها بجوز هندو تقدمها كده عادي براحتك ممكن كمان لو بتحبها جوسي شوية وتحس بتعمل برطقان اكتر علشان طبعا حبيبي ما يقدروش على يكلوا كاك البرطقان العاديا اللي عملتها واسبها لكم الرابط في صندوق الوصف جبت بقى عصير برتقان نص كوبات عصر برتقان ومعلقة عسل. بس عسل ابيض طبعا. طبيعي. ودوبته واهو. هشرب بيها الكيك. عملت معكم زي ما لطولكم كيك البرتقان العادي هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. شربي بالكمية اللي انت عايزها. يعني بص براحتك لاني ده عصر برتقان ومعلقة عسل واحدة بس. ممكن تستغنع عن الصوص ده خالص على فكرة. براحتك زي ما شورتها كده في آآ من شوية كانت متزينة بجوز الهند وبس او ممكن تقدمها كده بس الصوص راحة هيهديها تراوة وطعم حلو شوية يعني. يعني 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 رفاه عن نفسهم يوم وخلاص يعني وياخد حتة صغيرة يعني مش يعني دي برضو على فكرة مستطيل صغير. بصي بقى بصي لما تدوس عليه كده والعاصر ينزل منها بجد كانت طرية وتحفى وتعمها وراحتها تحفى. بقى كده ما حرم نهمش برضو من انهم يكلوا حاجة زي اللي احنا بنعملها العادية آآ بنفس آآ طعمها بنفس جودتها بس طبعا ضرر اقلب كتير طبعا عليهم وعلى صحتهم. علشان كده يا ريت متنسونيش في الاشتراك وتفعيل زبادة ورسوا اللقات الكتير للفيديو وان شاء الله انتظريني في حلقات كتيرة زي كده لو عايزين اكتبوله في التعليقات وباي.